أهلا وسهلا أحلى متابعين مساء النور إن شاء الله يا رب تكونوا بحسن حال يوم أجبت لكم وصفة جديدة هي فطير الدجاج وصفة برشة سهلة مكوناتها بسيطة متواجدة في كل البيت كيف مع عودكم هذه الوصفة تصلح لجوع آخر الليل أو عشاء أعتمدوها إن شاء الله يا رب تعجبكم وهذه فطيرة الدجاج كما تشوفوا بشكلها برشة مزيين وشاهي موسيقى يا ربي يا ربي سأصبح جببة ماذا بنتو؟ وأنا سأخبركم طريقة الفطير ومكوناتها لكل طريقتها بالتفصيل سأخبركم أسفل الفيديو في صندوق الوصف أي استفسار يكتبوا ليها تحت في التعليقات ونبدأ وصفتنا نجهز أول شي الحشو نضيف زبدة في طاوع النار بعدين نضيف عليها التجاج ونضيف عليها البطاطس المبشورة ونضيف باقي الخضر المشكلة أنا بش نكتب لكم أساميهم تحت في صندوق الوصف ونحرك الخضر حتى تضب ونضيف لها عصير التماغم ونضيف لها الأبهارات ونضيف لها الأبهارات آخر شي نضيف قليل منها تسويه ونخليها حتى تنشف من ما يمتعها هذه الحشوة التي حصلنا عليها نخليها على جنب بعدين نروح نجهز العجينة ناخذ العجينة ناخذ دقيق ونضيف حليب بهدر ونضيف قليل من الملع ونضيف زيت ونضيف ملعقة صغيرة من السكر ونضيف خميرة فورية ونضيف حليب سائل ونضيف العجينة حتى تحصل العجينة بهذه الشكل بعدين نخليها ترتاح لمدة 15 دقيقة بعدين نقسم كويرة صغيرة مثل ما تشاهدوا في الفيديو وناخذ كويرة صغيرة ونفردها بهذا السومك بعدين ننضيف لها حشوة دجاج ونضيف جبل في الطرف الثاني نسوي فتحات بهذا الشكل بسكين بعدين نلف الطرف ونسكر بهذه الطريقة ونضيف ملعقة صغيرة ونضيف سينية ونضيف السفر البيض ونضيف حتى يتحمره وهذه الفتائر كما أردتكم برشة سهلة ومكوناتها كما أريدت مكونات بسيطة متواجدة في كل بيت وكتبوا لي تحتفل التعليقات وإن شاء الله يارب تكون الفتائر اليوم عجبتكم وبالآخر لا تنسوا الفيديو ونشاهد الفيديو الى الآخر وشاركت الفيديو إذا عجبكم لصحابكم وعبابكم وخليك مع بقية الصور مشاهدة طيبة وبسلامة اشتركوا في القناة